السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله يارب يكون الجميع في خير وفي نعمة اللهم امين يا رب العالمين اولا نسألكم المباركة ونسأل كل من يشاهد الفيديو يصلى على سيدنا النبي عليه الصلاة وافضل السلام الله يبارك في الجميع نشرنا فيديو امس كلمنا فيه عن الملكات طبعا انا موجود في المنحل اليوم قلنا طبعا ما احنا في المنحل اتكلمنا كلام مبارح ربما يكون في فيديو ولكن قلنا نصور الكلام ده من داخل المنحل اليوم دي ملكات الله يبارك في الجميع اتمنى اكون الصورة واضحة على قد ما نقدر بسم الله الرحمن الرحيم نشوف قفص تاني عاوز اشوف قفص واضح يجي فيه الملكات اتوقع دي الصورة باينة شوية ما كنتش انا مخطئة تمام طبعا ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تمام طبعا الله يبارك فيكم الملكات دي تقريبا خرجة من حوالي ساعة من حوالي ساعة خرجة من البيوت الملكية تمام طبعا انا هحتاجها فيما بعد ملكات سواء هغير ملكات في المنحة نقدر نقول ملكات كبيرة او سواء هعمل تقسيمات حسب حسب منا الامر هيكون متاح عندي تمام طبعا الله يبارك في الجميع خلينا ان انا اقول دلوقتي هنزل الملكة دي على تأسيمة ان شاء الله تمام طالما التأسيمة اتمنى الاخه يركز معايا طالما التأسيمة بتشعر باليتم نزلت القفص الملكي ده على التأسيمة سواء مثلا ما بين البراويز تمام ان التأسيمة ما بين يوم الى يومين ومن ثم افرج على الملك تمام اولا زي انا بقول لكم انا حطت الملكات دي تقريبا من ساعة بس تمام طبعا انا مقفص على الملكة اللي داخل الخلية دي تمام على اساس ان النحل برضو يعتني بيء الملكات دي تمام الله مبارك رب للجميع فطبعا الله يبارك في الجميع في اخها توقع الاخ احمد من الجزائر امس قال لي ان فيه واحد تكلم ان الملكة هيقفل عليها 72 وسبعين ساعة او ثلاث ايام او ما شبه ذلك تمام موضوع مش محتاج ان اجلس الملكة ثلاث ايام تمام ملكة موجودة ما شاء الله تبارك الله في القفص نزلت لخلية يتيمة سواء ملكة عزرة او ملكة ملقحة تمام النحل في احتياج لها هيبتدي يغذيها تمام بالغذاء بتاعها تمام ومن ثم بعد ما يتقبلها النحل هتلاقي اقبال على القفص الملكي تمام ومن ثم انا افتح على الملك سواء بعد يوم او بعد يومي تمام طبعا انا عملت التأسيم فرضا الحين عملت التأسيم دلوقتي تمام هل مثلا انزل القفص الملكة على طول والله انتظر شوية عامة لو انت نزلت القفص على طول مباشرة لا يوجد مشكلة انها هخليهم متأفس عليه تمام خليها مثلا معدل ساعة او معدل مثلا ساعتين الخليها تشعر اللي يوم تمام وتكون تشعر انها فقدت الملكة تمام اللي انا شلتها او غيرتها او ما شبها ذلك برضو مفيش مشكلة حسب بص حسب الاخ الله يبارك في الجميع ما يكون متحلي اعمل اللي حسب متحليك تمام ده بصورة مختصرة الله يبارك في الجميع تمام ربما الموضوع ده انا بس حبيت اصوره من المرحل وانا تكلمت في الموضوع ده اكتر من مرة واكدت تمام يا اخي الله يبارك فيك شوف اللي ينسبك في السلالة بتاعتك تمام يعني الملكات دي فرضا داخل مصر او فرضا داخل المملكة العربية السعودية او الجزائر تختلف يختلف تقبل النحل تمام من سلالة لسلالة اخرى تمام احنا بالنسبة للملكات البلدي كنا نحطها في الاعواد البلدية في المملكة العربية السعودية تمام وبعد ما نحط الملكة ممكن نفرج عليها بعد ست سبع ساعات الاخ اللي بيستمع لي ممكن ما يتقبلش الكلام دي بس انا بقولك على اللي بيحدث لان النحل النحل سبحان الله نقدر نقول من طبعه بيتقبل الملكات بسرعة فيه اخ تاني يقولك انا عندي لازم ان اترك الملكة اربعة ايام خلاص الشئ ده ينسبك في بلدك انت انا مقدرش اقولك لا تمام اهم شيء تأكد ان الملكة تمام النحل تتقبلها اهم حاجة تأكد من كده ان النحل تتقبل الملكة عشان لما تيجي تفرج عن الملكة ما يتقورش عليها ويقتلها وتخسر ملكة ده ده الاساس عندي تمام طيب هنيجي مسلا نتكلم سؤال دايما برضو بعض الاخوان بيسألوه القفز ده لو انا خليت الملكة مقفولة فيه تمام تجلس قد ايه في القفز ملكة عزرة او ملكة ملقحة تمام طبعا لو ملكة عزرة يفضل يفضل ان احنا بأسرع وقت يتم الافراج عليها في اي خلية على اساس ما شاء الله اه ما يفوت هاش موعد التلقح لان هي بتكون مهيئة للتلقح بعد خرجها من البيت الملكة بست ايام طب لو ملكة ملقحة خليها في القفز الملكة لو عشر ايام لو عشر ايام ليه يجب مشكلة تمام بس الله يبارك في الجميع يعني هو انا دلوقت لما بيكون عامل مجموعة ملكات مربيها مش عايز استفيد منها اقسم اقسم على طولي اخي تمام هنزلها في نويات تلقيح انزلها في نويات تلقيح على طولي اخي تمام هستبدل ملكات كبيرة استبدل ملكات كبيرة ليه تجلسها طالما الملكات متاحة عندك ما تجلساش تمام بس احنا بنقول فرضا لو الظروف اضطرتني تمام تمام فالملكة العزرة مفيش مشكلة ممكن ثلاثة اربعة اخمس ايام تمام وافرج عنها لحد ما تكون انت محتاجها تمام وملكة الملقاحة ممكن عشر ايام ما فيش مشكلة تمام احنا بس منفضل الملكة العزرة سرعة الافراج عنها تمام وما تجلس فترة كبيرة على اساس نقدر نقول تكون مهيئة للتلقيح وتخرج بسرعة للتلقيح وتنزل تضع البيت تمام طبعا الله يبارك في الجميع لما اجي اعمل تقسيمة وانزل مثلا الملكة العزرة وملكة العزرة تجلس فيه التقسيمة بعد ما افرج عنها بعد ما افرج عن الملكة العزرة تجلس في معدل خمستاشر يوم نصيحة مني ليك ما تنتظرش رجل عن كده بعد خمستاشر يوم خلاص ابتدي شوف ايه المشكلة عندك تمام المشكلة في ايه بالخصوص لو انت عامل مجموعة التقسيمات والمجموعة التقسيمات دي تنجحت الملكات في التلقيح وبقى ملكة او اتنين اتخلص منهم مباشرة خد نصيحة من اخوك محمد المصر صدقا تمام طيب لو واحد قال نعمل اربعة تقسيمات وما فيش ولا ملكة تلقحت والمشكلة عندي نقدر نقول التقسي سيء تمام اجواء برد اجواء هوا اقول له مفيش مشكلة ممكن تنتظروا من ثلاثة انما انا بشوف بعض الاخوان يجي يسألوني على الواتساب يقول لي جلس ملكة عشرين يوم جلس ملكة تلاتين يوم وما تلقحتش طيب ما ده غلط ده غلط احنا اللي بنساعد نفسينا بنفسينا على ان الخلاة تخش في تجذيب والخلاة تضعف معنا تمام الامر الاخير الله يبارك فيكو قبل انهاء الفيديو وهو اي احد من الاخوان في اي بلد عربية باستمع لي عاوز يقوم باي تقسيمة ربي ملكات الاول تمام ومن ثم قسم عليها تمام او الله يبارك في عمرك قسم على بيوت ملكية ما تخليش تقسيمة عندك تربي بيوت ملكية في معدل 14-15 يوم ومن ثم ست سبع ايام كمان تخرج تتلقح بتكلم في 22 يوم خلية بدون ملكة تمام نتمنى الكلام ده يكون الاخوان وصل لهم الصورة ربما صدقا مأسرين شوية في التصوير من داخل المنحل ولكن كل واحد بيعمل حسب تقتو تمام كل واحد بيعمل حسب تقتو صدقا يعني لان ربما يكون مثلا وراء اعمال تمام فبنحاول بقدر الامكان لو كلمنا كلام مثلا في فيديو من نصائح او من ارشادات ووتيحة الفرصة وانا في المنحل تمام احاول ان احنا نطبقها على ارض الواقع تمام نسأل الله يا ربي التوفيق للجميع اللهم امين يا رب العالمين زي ما انتو شايفين اللهم مبارك يا رب الخلية تمام مضغوطة وده شيء اساسي زي ما احنا تكلمنا في النصائح بتاعة الشهر السادس شهر يونيو تمام تكلمنا على الشيء ده انا الاعمال اللي بتكلم عليها او النصائح اللي بتكلم عليها بنفزها في منحلش تمام ماشاء الله تبارك الله نسأل الله يا ربي يبارك للجميع انا ربما بكون بتكلم برضو من حوالي ممكن عشر دقايق تمام ما دخنتش على الخلية ربما زي ما انتو شايفين ايدي في معظم الفيديو موجودة تبارك الله ما شاء الله النحل ربما يكون مستقر او ربما يكون هادئ تمام تبارك الله ما شاء الله اللهم لك الحمد ولك الشكر ربما يكون بقى كشف بدون كناعة وما انصحش احد يعمل كده تمام لان ربما اي خطأ النحل يهجم او ما شبه ذلك ولكن انت عارف نحلك تمام انت عارف نحلك ووصك من نحلك ما شاء الله تبارك الله خلاص تمام طبعا اخوانا في الجزائر او في شمال افريقيا النحل التل ربما الشرس شوي تمام فالله يكون في العون الله يكون في العون ونسأل الله يا ربي التسير لي اللهم امين يا رب كنت عاوز اتكلم برضو على معلومة تانية احاول ان شاء الله اعمل لها فيديو اخر تمام لان اتوقع معلومة برضو مهمة لاخونا النحاك تمام الله يبارك في الجميع ونسألكم المباركة والله يبارك في نحل الجميع واكتهد الله سبحانه وتعالى هيرزقك بالفضل العظيم مشكورين شكرا جزيلا